السلام عليكم انقذ عائلة من الغرق تكريم مدير فرع بنك مصر في الامارة ظهر حزم سويد رئيس المخاطر التشغيلية فرع بنك مصر في دولة الامارة في احد الفيديوهات المتداولة بعمل بطولي ساهم في انقاذ عائلة من الغرق بحسب ما نقلت وسائل الاعلام الامارتية وبحسب بيان لبنك مصر اليوم قام المركز الرئيسي للبنك بالقاهرة بتكريم حزم سويد مع تقديم كامل الشكر من الادارة العليا بالبنك كانت عاصفة عاتية اشتاحت الامارات وسلط النعمان هذا الاسبوع متسببة في هطول امطار غزيرة بشكل قياسي غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم واكد محمد الاطربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان مصر والامارات قلب واحد ليس شعار فحسب وانما قلب ينبض بالاخوات والتقدير ولدولة الامارات مكانة خاصة في قلوبنا ولشعبها وقياداتها خالص لاحترام وتابع آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الامارات نتيجة الحالات الجوية للاتستثنائيات التي مرت بها البلاد واكدت وزارة الداخلية بالامارات ان جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لانقاذ الارواح والممتلكات وفق بيان البنك اليوم وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم